هو في البداية لازم نقول إن الزواج هي علاقة بين طرفين لابد إن يكون يعني الطرفين ناضغين فإحنا لما بنقول زواج مبكر يعني معناها لسه فيه طرف من الطرفين أو الطرفين غير ناضجين بالظبط فبالتالي هنا بيسقط أهم شرط في التفاهم أو في العلاقة اللي هو الخلل فالخلل بيبقى من البداية فعشان كده إحنا بنقول الخلل موجود من أول لما نيجي نعرف يعني إيه زواج مبكر بتلاقي الخلل ظهر بعد كده بنلاقي الأسرة بدأ يحصل فيها خلل بنلاقي برضو إن ده بيأثر زي بحديتك قلت على المجتمع ككل ليه طول الوقت إحنا بنقول إن لابد إن يكون فيه يعني ندوج في علاقة الزواج لأن علاقة الزواج دي مش مجرد اتنين بيتجوزوا بعض وخلاص لأ بيبقى فيه أبناء بيبقى فيه تربية أبناء بعد كده الأبناء دول بيبقوا أعضاء في المجتمع فبالتالي إذا كانت هذه الفتاة غير ناضجة فهي بتتحمل مسئولية أكبر من إن هي تقدر تؤديها بشكل جيد من إمكانياتها واحتمالها النفسي والجسماني أيضا فإحنا هنا بنظلمها وبنظلم الأسرة دي بأكملها يعني مش بس الظلم هنا ليس وقع على فرض واحد ولكن على الأسرة بأكملها لأنه هو بعد كده الزوج بيطالبها بأنه هو عايز يحس إن اللي معاه الزوجة قادرة على كل شيء وهي لسه مش نتجة إن هي تبقى قادرة على إنها يعني تبقى عندها وعي بأن الموضوع هنا فيه مسئولية لأن علاقة الزواج هي علاقة فيها مسئوليات كتير جدا فإذا كانت هذه الفتاة لسه لا حول ولا قوة لها يعني لسه هي نفسها محتاجة حد لسه عايزة تلعب بالعروسة لسه عايزة تلعب ولسه عايزة تروح للنادي ولسه عايزة تكمل تعليمها ولسه ما ما حستش إن هي يعني اختارت لأن هنا هي عملية الاختيار اللي بيقوم عليها الزواج اللي هي أساس من قصص الزواج الاختيار إن هي تختار شريك الحياة هي أصلا غير قادرة على اختيار الشريك الحياة وفي معظم الأحيان الزواج المبكر بيعتمد على إن هي أصلا ما تختارش على إن الأهل هم اللي قرروا يعني قرروا إن إحنا حنجوزها لكن هي ممكن بالنسبة لها الشخص اللي قدامها هي مش قادرة تقيمه مش قادرة تعرفه مش قادرة تفهمه مش هي اللي ليها أساس في هذه العلاقة إذا اختلت هذه العلاقة